الحمد لله صلى الله وسلم على المصطفى عبده الأواه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإن مما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بحقوق الإنسان شان عظيم يتعلق بحق الوالدين الأب والأم والأب والأم في شريعة الله شانهما شان ومنزلتهما منزلة ومكانهما مكان مربوط شكرهما بشكر الرحمن يقول في القرآن أنشكر لي ولوالديك أنشكر لي ولوالديك ومقروننا الإحسان إليهما بشهادة الحق وعبادة المولى سبحانه وتعالى وتوحيده وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى ربك حكم ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا جنب ألا تعبد إلا إياه القيام ببر الوالدين الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا هذا كلام عظيم أمانة من الرحمن جل جلاله يخاطب بها عبادة فيما يتعلق بشان الوالدين في هذه الآية الكريمة يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما أحوج ما يكون من مراحل العمر مرحلة الكبر هنا يكون لهم أحوج إلى البر ويحتاجان إلى المساعدة أكثر فيتأكد فيها البر وإن كان لهم البر في شبابهم وفي كهولتهم وفي شيخوختهم ولكن نص على هذه المرحلة لقوة الحاجة لقوة حاجة الإنسان إلى من يخدمه وإلى من يرعى مصالحه في أيام شيخوخته وكبره ونص عليها أيضا لما علم من النفوس أنه قد يثقل عليها شان القيام بالكبير وتستثقل خدمته في شؤونه المختلفة فركض على هذه المرحلة من عمرك قال إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يقول فاستمر على ما شرعت لك من البر بهما كيف؟ فلا تقول لهما أف يقول صلى الله عليه وسلم لو علم الله كلمة أصغر من أف لذكرها يعني أقل شيء فيما يجرح فيما يؤثر لا تقول أسكت لا تقول لهما أف اختر الكلمة الطيبة لتتكلم بها أمام أبيك أو أمام أمك فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وأكد المسألة وقول لهما قولا كريما قول كريم قول يحمل الكرم قولا يحمل الكرم كريم بعيدا عن اللوم بعيدا عن الإذا كريم يحمل سرور القليب يحمل الراحة النفسية يحمل الطمانين لسامعي ما يكون كريم إذا كان يكرم يتكرم بهم أن يسمعه يكرمهم بطمانينة بسكينة بتوقير باحترام وقول لهما قولا كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ما يفيد فقط أنك في الإحساني قمت بطيب القول وقمت بالبعد حتى عن كلمة أف واخترت الكلام الحسن مع ذلك كله كن على وصف من التذلل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وفوق ذلك كله اطلب لهم من الله الرحمة وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذه المسألة فيما يتعلق بالأم بأبء فيما يتعلق بالأم ما هناك فكر عند البشر قديما ولا حديثا راعة هذه القضية كما جاءت في الشريعة ولا وصل إليها هذه الغاية لا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في سواها إنما كل ما يتعلق بشأن الإكرام العام والإكرام الخاص للوالدين فهو محل تعاون ومحل إقرار ومحل استحسان من الجميع أبناء هذه الشريعة يستحسنونه مع كل من يستحسنوا من ذو الفطر السليمة ويجتمعون عليه كثير من الآباء أو الأمهات يعيشون في بعض البلدان في مواطن العجزة ويعرض عنهم وكثير من الآباء والأمهات أيضا في بلاد الكفري يجدون من الأبناء أو من البنات من يعطف عليهم ومن يرى أن من مهمته في الحياة القيام ببرهم وخدمتهم وهم على ذلك درجات فكل ما اتفق مع هذا الشرع المسون فهو محل معاونة المسلمين لمن يتفق معهم فيه وتشجيعهم على ذلك وقيامهم به إلا أنه في شريعة الله تعمق تعمق الأمر هو عظم إلى مثل هذه التعبيرات التي ذكرناها وربط الشكر بشكر الله تبارك وتعالى وحتى وصل من يحمل أمه على ذهره من اليمن إلى الكعبة المشرفة في أيام الحج ويلقى ابن عمر عند الكعبة ويقول هل تراني أديتها قومي قل ما فعلت قال حملتها على ظهري وكنت لها الظهر وكنت لها الخادم وكنت لها المحضر لتغذيتها ولباسها وكنت الموضي والمطهر لها قال كل ما فعلته لا يساوي زفرة من زفراتها بك عند الولادة عندما ولدت بك وحدة من الزفرات هذا عمله كله يقابل وحدة من الزفرات وما يفي بها وكيف ببقية الزفرات هذا المنظار الواسع الرسامي الرفيع عند الصحابي الجليل أخذه من المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم كيف رتب هذا الحق ترتيبا بديعا فنقرى في الصحيح أنه جاءت إليه أسمى بنت أبي بكر وكانت أمها لا تزال على الشرك وعلى الكفري في أيام صلح الحديب جاءت إلى المدينة عندها وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسمى صاحبة النصرة لرسول الله ذات النطاقين تذكرناها كثيرا عندما طلعنا في أيام الحج إلى غار ثور وتعب من معنا من الشباب وقال بعضهم هذه أول مرة وآخر مرة فقلت لكن كانت أسمى تطلع في كل ليلة وهي حامل وحاملت الطعام وهي حامل في بطنها وما قالت آخر ليلة كل ليلة تطلع تأتي بالطعام لرسول الله ولأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فكان بيت الجهاد أسمى هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت وهي مشركة راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك نعم صلي أمك حق مكفول للأم صلتها ولو كانت مشركة وكافرة بل صرح القرآن بهذا الحق إلى حد أنه ليست مجرد كافرة الأم أو الأب بل يحاولون في الولد أن يصدوا عن الإسلام وأن يرجعوا إلى الكفر قال حتى في هذه الحالة لابد أن يعاملهم بالمعروف ويعرف حقهم لكونه أب أو لكونها أم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لا تطعهم في الشرك بي ولا في معصيتي ولكن لا تقصر في المعروف إليهما والإحسان إليهما وأدا حقهما والجيام بالخدمة التي يحتاجونها منك ولذا لما كان خارجا مرة في الجهد وجاءه بعضهم ويستذنه أن يخرج معه فقال ألك والدان حي والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد يعني مدم يحتاجون إليك فجهدك هناك قم بخدمة والديك فهذا جهدك ففيهما فجاهد وقال له الآخر لما سأله عن والديك قال نعم وقد تركتهما يبكيان يعني لخروجه قال فرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما إرجع ولم يقبلوا أن يخرج معه في الجهد وأمروا أن يرجع إلى الأب ويرجع إلى الأم هذا الجذور العميقة في كفالة حقوق الآباء والأمهات على وجه الخصوص وإن كان كل من طعن في السن فإنه يحترم بمنظار هذه الشريعة سواء كان مسلم وهو أحق وأولى وإن من إجلال الله توقير ذا الشيء بالمسلم وإن كان غير مسلم فلضعف قواه بكبر سنه أيضا يساعد ويحترم تقربا إلى الله تبارك وتعالى فما أعظم هذه الشريعة فأما إذا كان أب للإنسان أو أم للإنسان فإن أحق الناس بحسن الصحابة لما سئل نبينا من أحق الناس بحسن صحابتي كمعنى بحسن صحابتي كريم عشرتي وجميل معاملتي في المصاحبة من أحق من صديقي مديري في العمل زميلي في التجارة ولي أمري من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قبل ما تفكر في حسن خلقه كلام طيب ومعامل حسن مع أي منسان في الأرض أمك أول طيب قولك معها حسن لفظك معها قم بخدمتها أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم من أبوك في الثالثة أو الرابعة قال له أبوك وقدم الأمة هنا لكونها محل العاطفة الأكثر وكانت صاحبة الآلام في حملك وفي وضعك وفي تربيتك أكثر وإن كان عظم أيضا حق الأب فحق الوالدتي فيما يتعلق بالبر والمعروف والمعروف والإحسان أعظم قالوا وما يتعلق بجوانب الإنفاق والمعروف فالأم فيه مقدمة وما يتعلق بجوانب الإكرام والرأي فالأبو فيه مقدم وكلهما له من الحقوق شان عظيم يجب أن يكفل هذا إلى حد لو كان الأبو على غير الملة والأم على غير الملة فكيف إذا كان من المسلمين وسبب وجودك في الإسلام وسبب هدايتك لدين الله تبارك وتعالى فالأمر إذا عظيم وما أعظم الشريعة في كفالتها لهذا الحق وإرشادها الخلق لأن يقوموا بحسن البر رزقنا الله تعالى البر بالآب والأمهات وبالبنين واجعلنا من الهدات المهتدين وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين والحمد لله رب العالمين